موسيقى 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 هي طريقة تفكير لحل المشكلات وما هي مقيدة فقط للمصممين لا هي بتكناسر مع جميع الأشخاص من مختلف خلفياتهم المهنية خبراتهم العملية وحتى أعمارهم كما هي محددة في سن وعينا تستند على إنه إحنا نفهم المشكلة بمنظور الإنسان عشان نطلع بفلول مبتكرة تتناسب مع اكتياراتهم نكون فضولين وشديدين الملاحظة دائما نسأل ليش؟ كيف لو؟ طب لو ممكن؟ التعاطف والشعور بالمستخدم وهذي حجر أساس التفكير التصميمي حط نفسك في مكان الشخص اللي أنت بتقدم له الحلول لا تحسر الحلول فقط في التحسين خض التحدي وأبدع بأفكار ابتكارية في عبارة تقول لا تسأل الناس إيش يبغون؟ أسألهم إيش تحتاجوا؟ لأنه لو سألناهم إيش يبغون رح نحصر نفسنا في الحلول اللي هما يعرفوها أو شايفينها لكن لو فهمنا حاجتهم رح نوسع آفاق تفكيرنا ونطلع بحلول مبتكرة نكون متأنين وما نحكم على الأمور بظواهرها نبتعد عن التخمينات ودائما نبحث عن أصل المشكلة تفكير التصميم هو أساس تصميم الخدمات والمنتجات اللي بتضيف تجربة فريدة ممتعة لحياة الناس وهذا اللي إحنا بنشتغل فيه في STC يقدم لكم تجارب ممتعة وجميلة ومثلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر